أدانا غبطة البطريارك في أوفلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال الأردني وفلسطين محاولة حرق كنيسة الجثمانية على يد أحد المتطرفين الإسرائيليين ووصف غبطته هذه المحاولة بالجريمة العنصرية التي تكشف عقلية متطرفة تستهدف الكنائس وعقاراتها وتسعى كذلك إلى طرد المسيحيين من المدينة المقدسة ودع البطريارك في أوفلوس المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المقدسات المسيحية وحماية الوجود المسيحي الأصيل في المنطقة مشيدا بنفس الوقت بدور جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي المقدسة